أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا رسول الله ثم أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرحبا بكم أيها الشباب والفتيات في هذه الحلقات التي ستكون بأمر الله تعالى تحت عنوان سنن مهجور نعم هناك علد من السنن هجرناها جميعا وتركناها ربما تركها البعض عن عمد وربما تركها البعض عن سهل فما السنة وكيف يكون الهجران وما هذه السنن التي الأصل أن نعمل بها وأن نعيش بها مع النبي صلى الله وسلم أولا إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تتبعه لأن الله جل وعلا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له النبي صلى الله وسلم عليه ما أعدت لها فأجاب الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كثير عمل ما فيش عمل كبير أول حاجة غير أني أحب الله ورسوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إذن إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من متابعة هذا النبي العظيم محمد صلى الله وسلمه عليه تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كنت تزعم حبه لأطعطه إن المحب لمن يحب مطيع ولذلك ينبغي أن ندرك في البداية وأنا أمكيد في هذه الحلقة علاقة السنة بالقرآن بعض يتخيل أن القرآن هو كل شيء لا أبدا لا تستطيع أن تفهم القرآن وأنت لا تعلم شيئا من سنة رسول الله صلى الله وسلمه عليه ولذلك العلماء قالوا بأن السنة لها علاقة بالقرآن فقد تكون موافقة وقد تكون مبينة وقد تكون ناسخة وقد تأتي بحكم جديد أما أنها موافقة كما في قوله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد وفي هذا يقول النبي صلى الله وسلامه عليه إن الله ليمنل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت المعنى واحد فهي موافقة كذلك عندما يقول الله جل وعلا وأقيم الصلاة ويقول النبي صلى الله وسلم بني الإسلام على خمس ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فهذه موافقة تكون السنة موافقة للقرآن الكريم وقد تكون السنة مبينة قد تبين المطلق وقد تبين العام وقد تبين المشكل كما في قول الله سبحانه وتعالى عندما يقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف نقيم الصلاة؟ كيف نؤدي الزكاة؟ كم ركعة؟ كم فرض؟ ما الأوقات؟ تأتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتوضح ذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون نعم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يأتي الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه يعني بظلم فيقول الله جل وعلا ليس الظلم ما تعنونه ليس مجرد إن إنسان يظلم إنسان وإنما الظلم كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم لما ذكر الله جل وعلا المحرمات من النساء ثم بعد ذلك يقول وأحل لكم ما وراء ذلكم هنا أي امرأة بعد هذه المحرمات نقول لا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت لنا بعد ذلك بأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قد تأتي السنة كذلك بحكم تنسخ به حكما أتى به القرآن كما في قول الله سبحانه وتعالى في شأن الوصية إذ جعلها الله جل وعلا للوالدين والأقربين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك لا وصية لوارث وقد تأتي السنة كذلك بحكم جديد لم يأتي في القرآن كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن ماء البحر يركبون البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته هذا ليس في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقي أمر آخر وهو أن نتعلم أو نعرف ما هي السنة السنة يا سادة كل ما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة من الصفات قول كما في قولنا إنما الأعمال بالنيات فعل كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي تقرير كما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في يوم بني قريضة منهم من صلى العصر في الطريق ومنهم من لم يصلي العصر إلا في بني قريضة فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء وقد تكون صفة صفة خلقية أو صفة خلقية خلقية أي ما خلق عليه النبي صلى الله عليه وسلامه عليه كونه وسطا في الناس كونه صلى الله عليه وسلم كان وضيء الوجه يتلألأ النور من بين ثناياه صلى الله عليه وسلم كأن وجهه وجه قمر أو ما كان من هذه الصفات الخلقية كما كان صلى الله عليه وسلم شجاعا كريما رحيما متواضعا هذه هي السنة التي سأحاول بأمر الله تعالى أن أتحدث عن بعض السنن المهجورة أو المنسية حتى نأتي بها لنتحصل على الأجر والثواب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وإلى الملتقى إن شاء الله شكرا